اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خط احمر اهلا بك فارس اهلا بك وسامة واهلا بكل محبي ومشاهدي قناة النادي الاهلي وخط احمر اينما كان لا تانه لا لننا lasts اهلا بلدة مكان انوا انواofürوا اشتركوا في القناة لا تانه النادي الان وقال اجل هذا Fail اجل هذا السよね اشتركوا في القناة بيبو في المنصورة واحتفال 800 عام وزارة التعليم العالي طلاب موليد الألفية الجديدة ما شافوش بيبو سمع بس عنه طب ليه كل المحبة دي؟ ليه؟ أكيد أكيد مش عشان مجرد لعيب كرة أكيد لأن سرته دايما بعد كرة القدم وأثناء ممارسته لكرة القدم كانت الأخلاق أصل الأخلاق بالنسبة للجيل ده والجيل اللي قبله والجيل اللي زي حالاتي اللي هو التمانينات اللي هو تعليم مدرس حكومة لما كان بيدخل المدرسة كان بيلفت انتباهه أنه قبل ما يتحط اسم المدرسة بيتحط اسم وزارة التربية والتعليم لما كان بيشارك في دور المدارس كان دايما بيلاقي مكتوب على صور المدرسة الرياضة أخلاق وعشان الرياضة أخلاق فكان طبيعي جدا تشوف المشهد اللي حضراتكم شفتوه في جامعة المنصورة شباب موليد نهاية التسعينيات أو بداية الألفاء الجديدة بيتكلموا عن كابتن محمود الخطيب واستقبال مش بس الشباب لا ده استقبال رسمي استقبال من هيئة مدرسين أفاضل استقبال من قامات كبيرة في محافظة الداهلية استقبال يعليق بالكابتن محمود الخطيب وتكريم لأخلاقيات الكابتن محمود الخطيب هو ده اللي احنا لازم نطلع به من الرياضة ان الرياضة أخلاق لو حاولنا القصة او غيرنا الصورة الزهنية للأطفال عن انها تكون أخلاق هنا في مشكلة 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 مجتمع مش بس مشكلة كرة قدم مشكلة ثقافات مشكلة جيل ورجيل ورجيل هيلاقي القدوة مختلفة فاحنا عايزين نحافظ على الصورة الزهنية انها تكون دائما وابدا الاخلاق رقم واحد وهو اعتظن ان الاخلاق مرتبطة برسالة سماوية او بدين خالص الاخلاق مرتبطة بالانسانية صلاح المجتمعات من صلاح اخلاقياتهم ممكن تكون بتنتمي لأي ديانة هتلاقي عندك اخلاق وحتى لو لا تنتمي لأي ديانة هتلاقي موجود اخلاقيات قائمة من بداية البشرية واحنا دائما وابدا بنقول ان الاخلاق مرتبطة بالانسان عشان كده ياريت ياريت محدش يبوز الصورة الزهنية للاطفال اللي طلعت شافت على المدارس الرياضة اخلاق محدش يبوز الصورة الزهنية للاطفال اللي شافت لوحة مدرستها مكتوب عليها وزارة التربية والتعليم التربية سبقت التعليم محدش ينسى كلام مهم جدا لسيدنا علي بن ابي طالب لما قال لو فقدت المال فانت لم تفقد شيء ولو فقدت الصحة فانت فقدت بعض الشيء ولكن لو فقدت الاخلاق فانك فقدت كل شيء واحمد شوق لما قال واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا اهلا بك اسامة تاني واهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي اللي شافوا معانا فيديو معاني كبيرة جدا معاني ان زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت وزي ما احنا متواصلين معاكم معاني ان كابتن محمود الخطيب بيدي دروس للناس المحبة دي اشياء لا تشتر لانتو شفتوها على الشاشة هي فعلا اشياء لا تشتر كابتن محمود الخطيب يدخل قلوب المصريين وقلوب الاهلوية من غير حجاب يدخل قلوب الاهلوية بمجرد ما تشوفوا هتحس بالراحة النفسية تجاهه وحتحس كمان ان هذا التاريخ حافظ عليه بأخلاقه كابتن محمود الخطيب هو عمره ما اللاعب اللي تيجي تقول ده كان عبقري كان فريد من نوعه كان استثنائي بس مش هتلاقي كلمة بس مع كابتن محمود الخطيب وفي مسيرة كابتن محمود الخطيب مش هتلاقي بس هتلاقي دايما صورة فريدة من نوعها عن فكرة اللاعب اللي جمع ما بين الأخلاقيات وجمع ما بين الموهبة الفزة ويمكن دايما في علم النفس حتى التفوق المبالغ فيه والتفوق والتفرد أحيانا يزرع في النفس البشرية فكرة الغرور وإذا تحدثنا على الغرور فكابتن محمود الخطيب هو شخص كل من يعرفه يعرف أنه في قمة التواضع ودي المعادلة الصعبة وعشان كده احنا بنأكد أن كابتن محمود الخطيب يوميا يقدم دروس لكل واحد من مش من جيلنا بس لكل حد في بيته بيشوف قدوة فعلا بالموقف وفعلا بالمثال وفعلا بالدليل كل يوم كابتن محمود الخطيب بيسيب لنا درس وبيسيب لنا رسالة وعشان كده حنفضل نقولها كنا بنفخر وما زلنا بنفخر وسنظل نفخر من رئيس النادي الأهلي هو كابتن محمود الخطيب اللي على ضرب رؤساء النادي الأهلي اللي كلهم ما كانوش مجرد أسماء شغلت المنصب ده ده يمكن ناس كانت بتسيب بصمة ورسالة وكابتن محمود الخطيب كان في أوائل الناس اللي بتسيب بصمة ورسالة وشوفنا كمان رسائل دعم بتخرج لكابتن محمود الخطيب مش بس على تويتر ولا بس من الناس في البيوت ولا بس من الناس اللي كلها بتقابلها لا كمان من نجوم حبوا يسيبوا موقف من ناس مسؤولين بيسيبوا رسالة وأولهم الوزير العمري فاروق وزير الشباب والرياضة السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة اللي نزل صورة فيه أرسالة فيه أرسالة للجميع إن مجلس إدارة النادي الأهلي على قلب رجل واحد مجلس إدارة النادي الأهلي كله الفرد فيه زي المجموعة والمجموعة كله على قلب رجل واحد وكانت رسالة مهمة في الوقت ده تبعتها رسالة تانية أسام لا قبل من تروح للرسالة التانية مهم جدا إننا نوضح نقطة مهمة جدا الفترة الأخيرة والجيل اللي كان موجود في الجامعة وبنادي باسم الكابتن محمود الخطيب يمكن ده جيل شاهد ممكن الكابتن حسن حمدي شاهد بعد الكابتن حسن حمدي مهندس محمود طاهر ثم الكابتن محمود الخطيب هتيجي في الفترة دي فقط لغير لو حصرناها مش هتلاقي تصريح واحد مسيق للكابتن حسن حمدي مش هتلاقي تصريح واحد مسيق للمهندس محمود طاهر مش هتلاقي تصريح واحد مسيق للكابتن محمود الخطيب لكن هتلاقي عامل مشترك واحد فقط لغير كان معهم دايما متجاوز موسيق فتبقى الرسالة واضحة لكن نروح للوزير الأسبق العمري فاروق اللي بيدرب في مقتل بيدرب أي حد حاول يتكلم عن قصة الوشاية دايما الحق العمري فاروق على خلاف مع الكابتن محمود الخطيب وفي كل مرة بتتقال إن الكابتن على خلاف مع الوزير الأسبق العمري فاروق بيكون العمري فاروق والكابتن صبقين دايما إن هم يردوا بالرسائل اللي زي دي العمري فاروق بيقدم رسالة مع حفظ طبعا كامل الألقاب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار الحجبة دي مع الكابتن محمود خطيب سواء في الفترة الأولى أو الفترة الثانية كان بيرد بالوقائع بيرد دايما مش بس بالصور بيرد على أرض الواقع فمسندة مع مجلس الإدارة ولعلى الانتخابات الماضية كانت واضحة إن بالفعل كلمة على قلب رجل واحد كانت قولا وفعلا ومن الكابتن محمود خطيب والمهندس العمري فاروق لرموز النادي الأهلي وطبعا الكابتن أحمد شبير أحد أبرز أو ناظر مدرسة الإعلام الرياضي ورائد من رواد الإعلام الرياضي الحديث وهو بيرد بمنتهى الوضوح على قلب رجل واحد رسالة مهمة من الكابتن أحمد شبير مش بس مع الكابتن محمود الخطيب لا ده كمان مع مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل وهو ده اللي احنا بنقوله أن دايما وأبدا ربما الكابتن محمود خطيب في الوقت الحالي لأنه رئيس النادي ولأن الإساءة متوجهة لشخصه مباشرة ولكن دائما وأبدا النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي الكيان عبارة عن مجلس إدارة عن جماعية عمية عن جماهير فالكابتن أحمد شبير بيكمل وبيقول للاحترام عنوان ما كانش بس الكابتن أحمد شبير من لعيب القرى وأبناء النادي الأهلي وهنا لما تتكلم عن الكابتن أحمد شبير أو الكابتن مجلس إدارة تقول أبناء النادي الأهلي وانت واصل بص يا عسيمة دايما تعرف الرجال عند الشدائد كابتن واق الجمعة كان أحد هؤلاء الرجال اللي خرج وقال كل الدعم والمسندة والتقدير للكابتن محمود الخطيب رمز وأسطورة النادي الأهلي وأعتقد يا جماعة ده وقت الفرز ده الوقت اللي رئيس النادي الأهلي فيه دعمه والحديث عنه وإعطاء حقه هو رسالة لكل جيل ولكل لعب النادي الأهلي اللي مطلوبة منهم مش عشان حاجة عشان رئيس النادي الأهلي ويمثل النادي الأهلي طبعا كان فيه برضو مودي الجرح نجم البسكت طبعا أيد الكابتن محمود خطيب بنفس الصورة وطبعا ده واضح جدا وهنا رسالة بقى لكل نجوم ولعبي النادي الأهلي السابقين القصة أمرها ما كانت أهلي وزمالك في الأخلاق دايما بنقول يعني نكون مع الأخلاق أو لا نكون لأن أنا ما عنديش أبدا أي إنسان على الفطرة ممكن يدعم شيء خارج عن الأخلاق وبالتالي رسالتي لنجوم ولعبي النادي الأهلي السابقين في الوقت ده أنت مش محتاج على الإطلاق أن أنت غير حاجة واحدة فقط لغير تمبز الخلاف أو الاختلاف في وجهة النظر مهما كنت مختلف حاليا النادي الأهلي لأبنائه وأبناء النادي الأهلي لازم على الأقل على الأقل يكونوا واضحين تماما في معركة النادي الأهلي الحالية